تنظم أمانة عمان الكبرى فحص نظر مجاني لجميع عمال الأمانة وعمال الوطن على وجه الخصوص تحمل شعار 6 على 6 وتسهدف المبادرة ألفين عامل وتستمر لمدة أسبوعين المزيد عن المبادرة في التقرير التالي 6 على 6 مبادرة خدمية مجانية تتضمن فحص النظر وتأمين نظارات طبية لمختلف العمال وخصوصا عمال الوطن صحة وسلامة العمال أولوية سعد إليها أمانة عمان الكبرى لا سيما وأن بيئة العمل التي يعملون بها تعرضهم للمخاطر والأضرار الصحية أهمية هذه المبادرة حقيقة أنها تعالج محور أساسي من محاور العمل وهو الصحة والسلامة المهنية وبالتالي أمانة عمان تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا فهذه المبادرة حقيقة تأتي أهميتها فعلا من أنها تعالج مسألة مشاكل النظر والإبصار لدى عمال الوطن وهم من يعملون في الفضاءات المفتوحة وعلى الشوارع وبالتالي هم عرضا للتعرض لأخطار المرض وما يصيب حاسة البصر تستهدف المبادرة ألفي عامل وتستمر لمدة أسبوعين وفق برنامج يشبر مناطق ودوائر الأمانة المختلفة وجدت اليوم هنا عساس أمانة عمان تفحص لنظري يعني فحص نظر مجاني من أمانة عمان وأنا يعني ما بعرفة عندي مشكلة في النظر أو لا بس أنا جيت أطمن على نفسي عند أمانة عمان هنا والله ميتها جيدة جدا ميتة بالنسبة لنا لأنه إحنا كعمال قدماء جدا بالأمانة ونظرنا بلشنا ما بل يعني النظر عننا صار خفيف جدا فهذه المبادرة جيدة جدا بالنسبة لنا كعمال إحنا دعم العمال والاهتمام بصحتهم أولوية تبدأ من أمانة عمان الكبرى وتمر عبر المواطنين فكل ما تقدمه الجهات على اختلاف أنواعها يلمسها العامل وتنعكس عليه مباشرة مجل قصير المملكة عمان معنا منسق مبادرة 6 على 6 الأستاذ أيمن شويكي صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة هذه المبادرة تسهدف عمال الوطن وأيضا العاملين بشكل عام في الأمانة شروط الاستفادة من هذه المبادرة أول شيء صباح الخير وصباح الخير لجلس سيدنا وصباح الخير لوطني جميل هذه المبادرة تشمل ألفين عام الوطن فحص نظر زائد إعطاء نظارات طبية لمن هو بحاج لها هذه النظارة إلها أهمية كبيرة أنت تعرف شريحة العمال الوطن خاصة في مجتمعنا يعني شريحة لازم نعطيها أولوية وأهمية فمن هذا الأساس طرحنا هذه المبادرة بالتعاون مع شركة التآلف الخير وبالدعم من أمانة عمال يستطيع كل عمال الوطن الاستفادة منها بالإضافة لعمال الأمانة بفحص النظر وممكن يحصل على نظارة إذا كان يحتاج إلى عمليات شو الإجراءات؟ طبعا الطبيب المختص نحن نحكي له أنه لابد أن يراجع الطبيب المختص في المستشفيات الحكومية طبعا عامل الوطن مؤمن من ناحية التأمين الصحي فلابد أن يراجع المستشفيات الحكومية طب إلى غاية هذه اللحظة عدد مستفيدين من المبادرة نحن تقريبا مبدئيا ألفين عامل وطن لا الاستفادوا بشكل فعلي في خلال التلات أيام حوالي تثمية وخمسين عامل تثمية وخمسين عامل هل يأتي عمال من الأمانة بشكل عام أيضا قاموا بالاستفادة من المبادرة ولا لسه بس مقتصر الموضوع على عمال الوطن لا هي للعمال الوطن بشكل خاص وعمال بشكل عام في أمانة عمان تشملهم كلهم وفي موظفين من الأمانة يأتيوا واستفادوا منها لا صراحة أن الموظفين غير مسمى عامل الوطن والعامل مستحيل مستحيل يعني حتى الموظفين لا يستطيعون في استفادة منها طبعا لكننا أضفنا في الموضوع بإمكان أفراد من أسرة عامل الوطن أنه برضو يستفيد المبادرة مدتها من متى ل متى؟ تقريبا من أسبوعين إلى ثلاثة من أسبوعين إلى ثلاثة هل تم التعميم على العمال؟ هل تم إخبارهم بأن هذه المبادرة موجودة لعمال الوطن والعمال في الأمانة؟ طبعا أمامنا على جميع المناطق والدوائر وطريقة المراجعة وين يجب أن يراجعون؟ في مركز الحسين الثقافي في مركز الحسين الثقافي هل هناك إمكانية لعمل مبادرات أخرى في المستقبل؟ إن شاء الله نتأمل نحن طبعا رؤية جالسة سيدنا أرض أبدن النخوة نحن نطبقها إن شاء الله أنا أشكرك جزيلا شكرا على كل التوضيحات منسق مبادرة 6 على 6 الأستاذ أيمن شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك شكرا لك